مساحة حرة في مساحة حرة نتوقف عند دور الفنان ودور المثقف ودور أيضا الممثل ضمير الأمة الحي في لحظات حارية هو مطالب بأن ينحاز إلى الشعب وينحاز إلى ثورة كان هناك دور رائد ومهم للفنان الجزائري للتشكيل الجزائري وأيضا الممثل الجزائري في فرنسا لمتابعة هذا الحراك والمشاركة بكل عنفوان وبكل قوة في ساحة الربابليك رضا معنا اليوم مجموعة رائعة من الشباب الجزائري للحديث عن دور الفنان ودور المثقف الجزائري في دعم الحراك ودعم التغيير في المجتمعات فكما ذكرنا هو الضمير الحي والنابط نعم عاطف إذن افتتح أمس معرض تشكيلي جماعي لمجموعة من الفنانين التشكيليين الجزائريين في باريس المعرض يفتح في مقر الحزب الشيوعي الفرنسي وضم عدد من اللوحات التي أنجزها هؤلاء الفنانين التشكيليين في ساحة الجمهورية في باريس مرافقة للحراكة الشعبية التي تشهده الجزائر منذ أكثر من ثمانية أشهر نسعد باستضافتهم معنا الفنانين التشكيلي مودع عبد العالي مرحبا مرحبا السلام عليكم أهلا وسهلا معنا أيضا الممثل المصرحي والسينمائي نضال الملوحي مرحبا سيني ضال السلام عليكم كيف حاولنا خير مرحبا سهلا ونسعد باستضافة رئيس جمعية ثقافة وتضامن وهو مصور أيضا وفنان ودفل مرحبا ودفل شكرا للا الانفتاح على الدعوة على الدعوة شكرا نبدأ معك أستاذ نضال الملوحي وأنت متواجد في فرنسا وشاركت في العديد من العمال الضرامية والمسرحية وأيضا التشكيل وانضميت لهذه المجموعة بروح المتضامن إلى أي مدى يمكن أن تساهم في حراك شعبي وأنت متواجد في فرنسا يعني كيف تساهم في هذا الحراك أولا الوجود تعنا في ساحة الجمهورية في باريس الوجود تعنا يعني نحن كفنانين لما نروحوا والناس تعرفنا جزائريين لأنه الناس يشوفون في التلفازة الناس كانوا يتبقون في المسرح الجزائري هنا في فرنسا كمان نجد تعرفك يعني في التلفازة الفرنسية كمان يعني هذا تضامن وكيفاش نقوله الوجود تعنا في ساحة الجمهورية يعني حاجة مفيدة وحاجة مهمة للحراك الشعبي وبعدين كيفاش أنا راني أنا راني في يعني كيفاش نبارتيشيبي واش خالو نشارك نشارك في الحراك يعني كل مرة مع مجموعة الفنانين للفنون التشكيلية ارفيزيويل كوليكتيف ارفيزيويل ومعنى انه فلوك يعني كل مرة نجد يعني بعض الافكار بعض الافكار بعض النصوص يعني مشهورة ولا لا لاندها ارتباط بالحداث بالحداث اللي صاريه في الجزائر لانه كل جمعة كل جمعة فيه حراك في الجزائر ونحن ندير الحراك في باريس يوم الأحد وبعدين لما يكون هناك كيمال بارحة أمس أمس كان فيها معرض تشكيلي يعني ساهمت بنص لكاتب ياسين ويعني اختبسته على الوضعية الحالية في الجزائر نعم سنتحدث عن هذا المشهد المسرح الذي قدمته أمس نظام ملوحي قبل ذلك نعود إلى الفنان تشكيلي مودة عبد العالي وانطلاق هذه الفكرة مجموعة من الفنانين تشكيليين يلتقوا كل أحد في ساحل الجمهورية ويعملوا هذه اللوحات التشكيلية بتلقائية عن المباشر أمام الجمهور حكينا على الفكرة كيف حتى بدأت يعني والله الميكروفون والله في الأول في الأول يعني الأحد الأول ما كانتش عندي مشاركة يعني كنت بلباس لمثل العالم الجزائري وهي بالكرافاتة حمرة قمشة بيضة والفيستا خضرة يعني 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 وكنت متضامن مع الناس اللي حراك بعدين اكتشفت أن بعض الفنانين هذا هي أول أحد لقيت فنان يرسم وهو موحو صحراوي وبعدين اتكلمت معه وكذا قلت فكرة يعني مليحة أنا نسكن في يعني 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 قريب قريب جدا دونك جي جي دي سيدي حتى نجيب الأطوال والأبنتور ونبدأ نرسم بعدين قال لي فكرة لأنه هو ثاني يكتشف باللي كين واحد أخر هو مصطفى سجل اللي قام بعمل اللي دار على الحرقة بعدين احنا ضمينا وبعدين يعني بعدين ازداد العدد والعدد انتعنا ما بقاش غير فولون تشكيلية دخل دخل في هال التمثيل المسرحي والسينمائي ودخلوا معنا شعراء ودخلوا معنا اطفال ومعنا في رانا حوالي عشرين شخص جميع كبرت هذا يعني الناس اللي موجودين في الكوليكتيف وناس اللي يجو من بره يخدموا معنا كان اطفال كان عندنا رسمات اطفال عندنا ناس اللي ما عندنا مش حتى علاقة مع الفن عندنا ناس مثلا كان شرشر فيزيسيا نسا نباحث ووحصلي شرف انني نتعرف بياه وعرفت باللي كان مع الفيزيسيا تعنا الكبير يعني كان في امريكا ونظر لنا السيد هذا روه هنا في فرنسا الجميع انه هذا العمل الفني جمع العديد من المناظرين حوله والله في كل اتجاهات ما بقاش غير فني تشكيلية يعني كل الفئة الشعب الجزائري وكل فئة الفنية وغير فنية يعني موجودة معنا يعني اصبحنا قوة بصحب معنا منها مونتي كالو الدولية نعم ونشكركم على الدعوة العفو اذا جمعية عاطف جمعية ثقافة وتضامن كولتيغي سوليداغيتي هذه الجمعية ايضا ابت ان تشارك وتساند هؤلاء الفنانين تشكيليين باقامة هذا المعرض رئيس الجمعية ودفل معنا مرحبا مجددا ودفل احدثنا عن هذا المعرض وعن تبنيكم لهذا المشروع عمال الفنية وإقامة هذا المعرض وفتتاح كان امس المعرض انا راني في الجمعية تاعة الكوليكتف اغفزيويل تلاقينا في بلاس ريبوبليك كما قال نيدال بدنا بدنا نجمع وندروا كوليكتف وفي بلاس ريبوبليك كان بزقنا الكوليكتف النزيد المعرض الهجرئيين لج لقد Pois نجمع الأطفال في المعراض هذا كالنسل الجو وحكينا داخل المعراض حكينا على بالعربية تتحدث بأي لغة تشير يعني alors c'était une réussite vraiment c'était une réussite l'exposition il y avait des gens qui sont revenus intéressants des intellectuels où on a discuté sur pas mal de choses et l'association le but de l'association c'est de travailler dans la solidarité et les premières actions c'est pour les familles des deux tenues l'aïlette المعتقلين السياسيين في الجزائر المعرض إذن جمع un عدد كبير من الرجال الفكر والثقافة والسياسة أمس واجتماعوا وكان نقاش حول العديد من القضايا القضايا الفنية والسياسية أيضا متعلقة بالحرك الشعبي وخاصة المساندة المعتقلين السياسيين هذا ما قاله ودفل عاطف الساس نضال أعود لك بدأنا معك الحديث هذا الحراك الذي يوجد في فرنسا كيف تصل الرسائل من ساحة الرببليك إلى الجزائر يعني احنا عندنا ناس معنا في الكوليكتير كمان في ناس يصوروا وبعدين عملوا هذا في المواقع فيسبوك تويتر وقع تواصل اجتماعي وهكذا يوصل الرسالة توصل للجزائر لأنه نحن ما ناش سياسيين نحن فنانين قبل كل شيء ومن الواجب بتاعنا أنه نسندو هذا الحراك ونسندو الشعب الجزائري وشو يصير في الجزائر لأنه كل جمعة شو يصير الجمعة نحن نعاود نعملوه الحد في ساحة الجمهورية ونخبرو شو سرى يعني ما كانش مسيرات يعني تجمع نعمل تجمع تجمع احتجاجي وفي اللوحات اللي حملوهم جماعات وانا ولا آنا يعني نتلو شوية نصوص ولا وادفل وادفل يصور يعني يعني في شيء فني باش نخبرو فنيا شو سرى صاري في الجزائر جميل نتحول لعبد العالي يعني الآن هناك انتخابات في الجزائر ستجرى يعني بتعاون هذا ستجرى يعطف يعمل مظاهرة هذا ستجرى يعني برأيك هل هل تعتقد ان هذه عدم جدية هل هذا لعبة من الجيش هل هذا فخ هل هي ليست انتخابات نزيهة والله الاصوات مش غير في الجزائر في العالم في كل العالم ضد هذه الانتخابات الشعب يقول لك مدام هذه العصابة ما زلت في السيستام احنا نقاطعوا هذا السيستام انا نظن انا مينش ضد الانتخابات لازم نخرج لازم نلقو حل سينور راح الامور تضخم وممكن تدخل حتى في حرب اهلية وحنا ضد هذا احنا سلميين فنانين سلميين وحتى كل الشعب الجزائري عرف الحرب وعرف الحرب والأهلية شعب الجزائري متحضر هو بدأها بالسلمية ويكملوها ان شاء الله ونخرجوهم بالسلمية جميل وكم تعلمون انا ظن ان انا كنت سوداني يعني بفعلا اه الاراك الجزائري حرك كل العالم unit منها السودان ان اخوة السودانيين انا لبنان ضامنت مع الاخوة السودانيين ودرت لوحات تضامن مع شعب السوداني جميل خدمتوا في الحراك الجزائري تضامن وجاوني السودانيين وتكلمت معهم اه دونك اه الجزائر حركت نعم الجزائر حركت السودان بعدين لحقوا الدول الأخرى حل العراق لحقت حتى أمريكا اللاتينية حتى الآن في لبنان أما نرجع إلى الشي اللي نعملوه في المكان فهو عبارة عن صدر يعني أنيكو اللي يقع في الجزائر إحنا الرسالة جينا من الجزائر قبل بعدين إحنا جينا من الجزائر نشوفه الصراف الجمعة وإحنا جسده لحد ما لنش نديره صورة لفوتوكوبي تبقى الأصل إحنا رح نعبره حتى إحنا شعورنا كجزائريين الشي اللي واقع في الجزائر وننظام له مع الشعب الجزائري أننا جزائريين ومعنا مشغل يعني العالم كله المقتربين في العالم كامل الجزائريين رم يقوموا بالحراك واكتشفت حتى في أمريكا في الكاليفورنية رم يديروا حراك نعم الجالية في كل مكان طبعا هي دول العربية كل الحراك الذي يشهده في العالم العربي كله سنسهب إلى فاصل ونعود لمواصلة هذا الحوار موسيقى حطيت لك يدي ضربتني بموس وانا اللي كنت خرجة من حرب تتلك خدي كسرتلي دروس وانتا تاكل وتشرب فيديتلك عسل شربتلي مرار وانت ساقي وانا الشارب وموسيقى بموسيقى وانا اللي اعطيت لك بش تدرب يا ربي حاطل يا يده خرجني من الليل والهيام موسيقى اللي مظلوم يرتاح عنده ويبن حقه من بعض طلال وش حال بكيت وقلبي براد وقوت ما تعمر بالألام وكرهت روحي وكرهت الوارات وكل فرحة في وجهك تترسى تلي شوفك يقول أقمر ضعي وجهك وخبي يسرك وانت في الصح كلمية في القبر مت في قلبي ومية قلبك الأقمر في اسمه واضح باين واسجاب الشكل الرحان أنا من البعيد نسبي باين وانت من البعيد تبن إنسان يا ربي حاطل يا يده خرجني من الليل والهيام اللي مظلوم يرتاح عندك ويبن حقه من بعد طلال وش حال بكيت وقلبي براد وقوت ما تعمر بالألام وكرهت روحي وكرهت الوارات وكل فرحة في وجهك تترسى شحال زرت على الخيام شحال جريت وشحال سافرت تعبت كي كانوا الناس نيام طحت وقفت وعشت وشفت لدي ابو صغير ويتكبر انت ما تشوفه بالنظر خليت طوف قلبه تكبر خليت ربي عليه تقدر كان تدي الأغني أيضا سعاد ماسي من ألبومها الجديد أمنية وطبعا الحديث دائما حول هذا الموضوع الحراك الشعبي في الجزائر والمرافقة الفنية لهذا الحراك مع ضيوف العاطف ونذكر سعاد ماسي أيضا هي ناشطة مع هذا الحراك الصدق في السيديات منتكار الدولي وتحدثت بكل حرية وكل الشفافية عن الحراكة نعود لك وطفال عن المحتغلين السياسيين في الجزائر محتغلين الرأي نتحدث والسياسيين والسياسيين نعم معتغل الرأي وسياسي بالضرورة نتحدث عن هؤلاء هل هناك تواصل معهم هل هناك لفت نظر لهؤلاء هنا من خلال حراكم كان تواصل مع الكوليكتيف تاع الجزائر نعرفو الناس اللي يخدمو اللي ناشطو في الجزائر دون دون الكلكوليكتيف 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 ورانا نديرو دوكا دي كونتاكتو مع اتصالات مع العائلات أسر المعتقلين أسر المعتقلين الأسر المعتقلين نعم أسر المعتقلين ونديرو خدمة باش أسر المعتقلين أسر المعتقلين براءة اللي بلوتو بوسيبل أنا فخور فخور عايش في البريود هذي وين عايش لخضر بورقعة اللي عرف ثورتين ثورت اربعة وخمسين اربعة وخمسين اثنين وستين وعايش ثورت خمساش ففري ماشي اثنين وعشرين ففري اللي بدت مخراطة حتى اليوم كلامو المساج اللي بدنا 31 أكتوبر قبل مسيرة أول نوفمبر كلامو راهانا في رأسي وفي قلبي وفي روحي يعني شجعنا شجعنا بزاف و يعني هو أيقونة الثورة الآن هو شعلت الثورة هو رمز يعني رمز كبير الأخضر بورقع بالنسبة لي هو هو رئيس شرفي للجزائر يميل نعم وشبرت للثورة وهم من الصلاع الثورة التحليلية الزهرية ومساهمين طبعا ورموز الجزائر التاريخيين الأخضر بورقع ننتقل ممكن إلى نظام ملوحي أمس قدمت مشهد مسرحي في افتتاح المعرض ومأخوذ من مسرحية محمد خذ حقيبتك للكاتب الكبير كاتب ياسين حدثنا عن هذا المشهد وعن كيف حورت واقتبست من المسرحية وطبعا قدمت بالفرنسية وبلورت وحول الحرك الشعبي الجزائري الذي تشهد الجزائر الآن ده اقتباس على نصوص عديد من النصوص لكاتب ياسين مشي محمد مشي محمد يخد حقيبتك يعني خذيت من كل مسرحية نص ومسرحية كانوا يعني أشعار يعني أجزاء أجزاء خذيت أجزاء من كل مسرحيات كاتب ياسين لأنه كاتب ياسين كاتب كبير مشهور في العالم وثمانية واثنين أكتوبر يعني ثلاثين عام من اللي راح من اللي توفى ثلاثين عام وأنا حبيت لأنه كان مدير مديري في مسرح سيدي بالعباس في الجزائر يعني حبيت نعمل ذكرى نعمل له الذكرى يعني بعد يعني توفى في ثلاثين أكتوبر تسع وثمانين وثلاثين عام يعني حبيت ذكرى رالي نجد هل و قلت يعني هذه يعني occasion منسبة منسبة كمان باش نقول لي كان يكتبو ياسين لأنه كاتب في المسرحية تاوفي نجمة في الكاداف رون سينكلي الجتة المطوقة يحكي يحكي 8 ماي 54 45 لأنه هو ابن 8 ماي 45 يعني وحنا يعني نعيش كمان 8 ماي 45 بشكل مختلف يعني التاريخ يعيد نفسه جميل وفي في يعني فقارات في يعني كلمات يعني نحس روحنا في 2019 نعم في الحراك الشعبي لهذا اختبستها وخليتها حكيت حتى ل سيل أخذر برقعة البارح أه 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 حطيته حطيته في في صندويت في 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 النص لأنه علش جيست لولبارح سيسا يعني أمس أمس رح من السجن إلى المستشفى يعني نتمنلو الشفاء العاجل نعم والحرية طبعا والحرية طبعا طبعا لأنه أرجع نعم ومعتقل يعني في المستشفى لكن معتقل مودة عبد العالي اللوحات كم كانت عدد اللوحات وكيف كانت المشاركة الفنية أنه كثير الفنانين نساهم في نفس الوقت في ناس مواطنين عاديين يعني كانوا وضعوا لمساتهم على هذه اللوحات كانت للجميع كل الناس كل المساهمة كانت نعم كانت مفتوحة للجميع الميكروفون كانت مفتوحة للجميع نعم نعم نحن يعني في اللول كانت الهدف انتعنا أنها رصمين يقوموا بعدين اكتشفنا أنها لملا يعني كل الناس اللي في الحراك حتى الأطفال وأنا فخور أنه كان أطفال خدموا حدثني أمس عن المدرسة الفنية لهذه اللوحات كأنه في شيء من يعني إذا ندخلوا في المدرسة الفنية ندخلوا في هي عبارة عن عامل طبعا داخل في يعني انفعال الأشياء الداخلية نخرجوها ونخرجوها كيف نخرجوها بانفعال يعني ثورة نعم والطريقة الطريقة هي طريقة فوفيزم فوفيزم لما تشوف أعمال الفوفيزم مثلا فيها نوع من الوحشية التوحش مايش وحشية ولا هي نوع من انفعالات ثورية يعني فيها خطوط تلقائية وألوان قوية قوية فوفيزم يعني قوية فيها مثلا الأشود والأحمر والأصفر والألوان تقريبا كمون دي أليطا بروت يعني ما بحث العمل في تركيبة سينجولية سينجولية ولكن كل الأعمال اللي درناها ومنها يعني فنانين مصرحيين وسينمائيين وفوتوغرافيين وغير شاركوا معنا في العمل أنا الآن فخور فخور طبعا بالشعب الجزائري وبأصدقائي الفنانين لأن العمل اللي انتاعنا أصبح عنده صدع عالمي وأصبح يعرض في مساحة 1400 متر يعني لما كنت نسوى أنني في يوم ما أنا أعمال تحتفق ميل كاتسون متر وهذا كان أمس افتتاح المعرم أمس وكما شفته وحبيت يعني عجبتي الفكرة محمد بورنطافاليز يعني لقيتها حجم لحياسر لكاتب ياسين أني ضمن نجمة سيسا لا مسرحية قلت يعني خديت من كل مسرحية اللي كاتب ياسين يعني خديت نصوص من نجمة من الجبتة المطوقة من محمد بورنطافاليز من كل أمكان لبستان ورده لما الأخ الملوحي كمل المصرحيين تعو نحن درنا بطريقة تلقائية خذينا كل الانستلاسيون تعم موحي صحراوي لفاليز وبدرنا بهم حلقة ندورو بالفاليزة تعنا وأنا أصر جوك محمد بورنطافاليز بعدين نقع واحد لنفعال وبدأ نقراه في النشيط الوطني وتحولت المعرض إلى مضاهرة حتى كل الناس معظم الناس فيهم حتى فرنسيين وفيهم خذوا الفريزة ويدوروا معه حاجة كويسة حجر إذن سنعود وسنتابع هذا المعرض ونتمنى أن يكون هذا المعرض موجود في العاصمة الجزائرية نعم هذا ما نتمنى كلمة أخيرة كلمة أخيرة في البرجي كلمة معلش نضرب en français بالقبالية وهي بجي ترجمة عندنا في 30 ثانية للموقت الآن aujourd'hui la stratégie du pouvoir algérien c'est d'emprisoner tous les acteurs de la de la révolution ceux qui veulent la transition pour sortir l'Algérie de la crise اعتقال كل المناظلين سياسيين و بجي ترجمة و بجي ترجمة للموقت والألغيري لشكراً لكم في الشيطان نحن نشكر عبدالعلي تشكيلين ومن الضال ملوحي للمسرحي والسينمائي ومشاركية جمعية التضامن وثقافة شكراً جوليا شكرا جولي شكرا تجل